السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة ما الذي سيحدث بعد حظر الولايات المتحدة تطبيق تيك توك موقع عربي نيوز خاص بالبي بي سي قامت بنشر هذا المنشور الذي تخبر أنه ابتداء من يناير 2025 وبشكل رسمي سيتم حظر تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة الأمريكية أي حظر التطبيق حتى من جوجل بلاي وأبل ستور فمنذ أيام قليلة أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون الأربعة الذي يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة هذا القرار يعني أيضا حظر تطبيق تيك توك من متجر التطبيقات جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد وأيضا متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون وهذا القرار سيكون ضربة قوية جدا لتطبيق تيك توك كما ترى هذا التطبيق يعد أحد التطبيقات الأكثر شعبية حتى في الهند يعني حتى الهند قامت بحظره عام 2020 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 أفريل نيسان الماضي على مشروع قانون ليصبح قانونا يمكن أن يحضر في نهاية الأمر تيك توك من الولايات المتحدة وما يمثل فصلا جديدا بعد سنوات من التهديدات والتشريعات الفاشلة تيك توك يتعهد بالطعن على الحظر الأمريكي ويصفه بغير الدستوري وأيضا تحذر من أن الحظر الأمريكي للتطبيق سيسحق حرية التعبير إذن هذا التطبيق يعد من أضخم تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من حيث التأثير بمثابة لحظة غير مسبوقة في تاريخ التكنولوجيا الأمريكية على الرغم من أن المعركة القضائية التي تلوح في الأفق تترك مصير تيك توك حاليا غير مؤكد ولكن إذا تم حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تنتهج وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مصارا مشابهة لما حدث في الهند فبعد مرور أربع سنوات على الحظر نجح موقع استجرام ويوتيوب في ترسيخ مكانتهم كمركز لمقاطع الفيديو القصيرة حتى أن موقع لينكيدين أجر تجربة نشر موجز فيديو على غرار تيك توك وقد أثبت منافس التطبيق أنهم لا يحتاجون إلى إعادة خلق ثقافة تيك توك لتحقيق نجح من الممكن إن لم يكن من المحتمل أن يختفي المحتوى المحلي والمتخصص في أمريكا تماما كما حدث في الهند تيك توك طبعا تحول إلى ثورة ثقافية خلال السنوات القليلة الماضية وأعتقد أن حظره الآن في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له تأثير أكبر بكثير يقال إن تيك توك لديه 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية لكن الأمر المختلف بالفعل هو استجابة شركة تطبيق تيك توك لحظر التطبيق في الولايات المتحدة وتعهدت الشركة بخوض معركة قانونية حول القانون الجديد للحكومة الأمريكية وهي معركة قد تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية فإذا كان من الممكن أن تتخذ شركة تطبيق تيك توك إجراءا قانونيا على قرار الحظر الذي فرضته الهند كما ستفعل مع الولايات المتحدة لكنها اختارت عدم القيام بذلك أردت فقط أن أنبه لهذا الموضوع وحتى تكونوا على دراية بهذا المنشور إن أعجبكم اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة المصدر الأول في اليوتيوب